شبطة 3 Electronic Structure of Elements التركيب الإلكتروني للعناصر المحاضرة السبعة الجزء الثالث من النظرية الحديثة المودرن سيري لشرح الأتوميك استركتشر طيب بعد معرفنا الأربع أرقام الرئيسية اللي بتحدد مكان واتجاه الإلكترون في الزرة عندنا عالم اسمه باولي باولي حط مبدأ اسمه باولي's exclusion principle مبدأ الاستبعاد للعالم باولي اللي قال فيه no two electrons إن an atom can have the same set of the four quantum numbers ما عنديش إلكترونين في نفس الزرة ممكن هما الاتنين يتطبقوا في الأربع أرقام بتوع الكم استحالة لازم هيبقى فيه اختلاف إذا كان الإلكترونين موجودين في نفس المدار الرئيسي وفي نفس المدار الفرعي وموجودين هما الاتنين في نفس الأوربيتال على الأقل واحد هيبقى اتجاهه زائد نص والتاني هيبقى اتجاهه ناقص نص وبالتالي من المستحيل إن two electrons in the same atom can have the same set of quantum numbers عندنا عالم كمان اسمه هند وهند حط قعدة وبيقول لي هند فيها إن الإلكترونز occupy orbitals in a single state first الإلكترونات بتملأ الأوربيتالز في حالة مفردة فقط والسبن بتاعها بيكون parallel يعني لو عندنا ثلاثة إلكترون كل واحد فيهم بيملأ الأوربيتال في صورة مفردة يعني ما لاقيش اتنين هنا ولاقي هنا ده فاضي لا كل واحد الملء طريقة الملء بتبقى أولا بشكل فردي كل الإلكترون بيفضل يقعد في أوربيتال لوحده وفي الحالة دي اللسبن بتاعهم بيكون parallel كل حركتهم بتكون على سبيل المثال زائد نص طيب لما نبتدي نضيف الإلكترون الرابع على المدار دوت تبدأ الإلكترونات في الإزدواج ولكن بيكون اللسبن في اتجاه مختلف طيب ده قعدة هند يبقى مبدأ بولي للاستبعاد وقعدة هند ساعدونا كتير في فهم إزاي الإلكترونز موجودة في الأوربيتالز إحنا بنبتدي نملى الزرات إزاي إزاي نوزع أي عدد من الإلكترونات في أتومز في الزرات بنقول إن الway to arrange إحنا عندنا بنملأ من lost energy should field first الأقل في الطاقة لازم يتملي الأول الأقل في الطاقة ده نحسيبه إزاي المدار الأول لا يحتوي إلا على أوربيتال 1 اسمه 1S المدار الثاني بيحتوي على 2 أوربيتال واحد اسمه 2S والتاني اسمه 2B المدار الثالث بيحتوي على 3S و 3B و 3D المدار الرابع بيحتوي على 4S و 4B و 4D و 4F المدار الخامس بيحتوي على 5S و 5B و 5D و 5F هكذا أقل 1 في الطاقة هو اللي موجود تحت اللي هو الواحد اس ده يملأ دايما الأول وبعدين نملأ الـ 2S وبعدين نملأ الـ 2B وبعدين 3S وبعدين 3B وبعدين 4S وبعدين نرجع ناخد الثلاثة دي الأعلى في الطاقة وبعدين الـ 4B وبعدين الـ 4S وبعدين الـ 4D الـ 5B الـ 6S وهكذا دي طريقة ملء الإلكترونات أو توزيع الإلكترونات في الزرات